معنا من بكين الخبير في مركز الشرط الأدنى للدراسات الاستراتيجية دكتور فيكتور جاو دكتور فيكتور أهلا بك معنا بنا كيف تعلق على تصريحات الوزير الإسرائيلي المتعلقة بضرب غزة بالقنبلة النووية وهل حقا تعبر عن موقف أو مقترح يجري التباحث حوله أم هي في إطار تصريحات يهدف الوزير الإسرائيلي من خلالها للظهور ربما إعلاميا أكثر قبل كل شيء بالنسبة لوزير الإسرائيلي لأن يدعو لاستعمال السلاح النووي ضد غزة أعتقد بأن هذه جريمة ضد الإنسانية وثانيا حقيقة أنه يبدو بأن إسرائيل الآن تعترف بأن لديها أسلحة نووية وطبعا هذا شيء خطير أعتقد أن تحقيقا دوليا ينبغي أن يجرى حالا طبعا بقيادة المنظمة الدولية للطاقة الذرية وأيضا الأمم المتحدة للنظر والتحقيق والتحقيق ينبغي أن يجرى للعثور على أي دولة ممن ساعدت إسرائيل في إنتاج القنبلة النووية لأن هذه ليست لعبة للأطفال بالنسبة لدولة أن تحصل على السلاح النووي بطريقة غير مشروعة وتهدد باستعمال السلاح النووي ضد غزة فهذا ينبغي أن يسجل في تاريخ الإنساني بأن هذا أمر مهم جدا وأن على العالم أن يندد وأن نمنع إسرائيل من حيازة السلاح النووي وأيضا أن نمنع إسرائيل من استعمال السلاح النووي تحت أي ضرف من الظروف وإلا فإن هذا سيؤدي إلى سباق نحو التسلح النووي في الشرق الأوسط وستكون هناك دول كثيرة لديها الأسلحة النووية مما يؤدي إلى وضع خطير جدا في الشرق الأوسط لقد حان الوقت لإسرائيل لأن تعترف بأنه لا ينبغي أن تحصل على السلاح النووي وإذا كان ديها سلاح النووي فعليهم أن يعيدوا بأن لا يستعملوه وإلا فإن كما قلت الوضع سيكون خطيرا جدا في الشرق الأوسط نعم طيب دكتور جاو إدانة الصين لهذا التصريح الإسرائيلي هل سيكون متبوعا أقصد بخطوات صينية أخرى في هذا الإطار ربما أبعد في ملاحقة الملف النووي الإسرائيلي بالطبع أعتقد أن موقف الصين هو الموقف الصواب التنديد بإسرائيل ولهذه التصريحات غير المسؤولة من الوزير الإسرائيلي لدعوة الاستعمال النووي ضد غزة وأيضا لدعوة إسرائيل لأن تظهر للعالم كله ما هو الوضع الآن فيما يخص الأسلحة النووية في إسرائيل وأيضا الدعوة في الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن تقود التحقيقات كما ذكرت وعلينا أن نجد من هي الدولة التي ساعدت إسرائيل في تطوير السلاح النووي ومثلا أين أيضا أجروا التجارب النووية طبعا هذا ليس في إسرائيل أين؟ أية دولة ساعدت الحكومة الإسرائيلية في هذه التجارب لأنه كما قلت أنا أخشى بأنه إذا ثبت هذا الأمر فالدول العربية في الشرق الأوسط ستبدأ في مسار الحصول على السلاح النووي ولذلك موقف الصين هو أن تكون هناك شفافية وأيضا منع انتشار السلاح النووي في إسرائيل وفي الدول العربية وفي الشرق الأوسط وهذا سيؤدي إلى السلام بكل تأكيد الموقف الإسرائيلي بحيازة السلاح النووي وأيضا هذا الوزير غير المسؤول الذي دعا لاستعمال السلاح النووي علامات خطيرة وخاصة إذا تحدثنا عن الفضائع التي تحدث ضد المدنيين فهذا سيؤدي إلى كارثة أكبر في ذلك الجزء من العالم هذا هو سؤال أبتالي دكتور فيكتور ماذا لو كانت تصريحات الوزير الإسرائيلي ليست مجرد تصريحات واستخدمت بالفعل إسرائيل القنبلة النووية ضد قطاع غزة خاصة في ظل عدم تقدم عمليات العسكرية بشكل واسع اليوم هناك المزيد من الصواريخ انطلقت من غزة على تل أبيب وعلى عسقلان رغم دخول الجيش الإسرائيلي إلى غزة ماذا لو استخدمت إسرائيل القنبلة النووية بالفعل في غزة ماذا سيحدث أولا آمل بأن الحكومة الإسرائيلية لن تستعمل ذلك الإجراء القاسي باستعمال السلاح النووي ضد غزة أو ضد أي هدف آخر وبالإضافة إلى هذا أنا آمل بأنه سيكون هناك تحقيق دولي يجري سريعا لمعرفة ما يحدث هناك الهدف هو أن نعيد العقل والعقلانية إلى الشرق الأوسط ونقنع الدول الأخرى في ذلك الجزء من عالم ومن ضمنهم الدول العربية والدول غير العربية بأن لا يستمر في الاتجاه نحو التصعيد والسباق النووي لأنه في الدول طبعا ربما ستبحث عن السلاح النووي هذا سيكون أو سيجعل احتمال السلاح النووي كبيرا جدا إذا لم يكن ضد غزة ولكن ربما ضد أهداف أخرى في المستقبل وهذا سيؤدي إلى هرم جدا كما يقال أو يوم القيامة ليس فقط في الشرق الأوسط لكن في كل العالم لذلك القضية خطيرة جدا ونحن الآن نصل إلى نقطة لا عودة ولا ينبغي أن يترك الإسرائيليون ليقرروا لوحدهم لربما يستعملوا السلاح النووي أم لا لقد حان الوقت لإسرائيل لأن تواجه الواقع وتعترف للعالم أجمع عن وضع البرنامج النووي وإذا كان لديهم أسلحة نووية فيرغي أن تدمر تلك الأسلحة بدلا من أن يستمروا في حيازاتها حتى يكون هناك سباق للتسلح شكرا جزيلا لك دكتور فيكتور جاو الخبير في مركز الشرق الأدنى لدراسات الاستراتيجية شكرا على تلبية دعوة سكان نيوز عربية من بكين هذا المساعد